بسم الله الرحمن الرحيم طالبات العزيزات في الصف العاشر يسعدني أن ألتقيكم اليوم في درس الفيزياء بعنوان تمدد المواد السائلة بالحرارة تعلمنا في الحصة السابقة أن المواد الصلبة يحدث لها ثلاثة أنواع من التمدد تمدد طولي وتمدد سطحي وتمدد حجمي لكننا ركزنا على التمدد الطولي للمواد الصلبة واليوم إن شاء الله سنتحدث عن تمدد السوائل بالحرارة وكما هو معلوم لك عزيزة الطالبة فإن السوائل لها حجم ثابت بينما شكلها متغير حسب الإناء الذي توضع فيه بالتالي فإن التمدد الذي يحدث لها تمدد حجمي فقط ويقصد بالتمدد الحجمي للسائل هو التغير في حجم السائل عندما تتغير درجة حرارته طبعا قد يكون هذا التغير زيادة في حجم السائل إذا ارتفعت درجة الحرارة أو نقصان في حجم السائل تقلص الحجم عند انخفاض درجة الحرارة هناك مجموعة من العوامل يعتمد عليها التمدد الحجمي للسائل سيتم عرض تجربة على الصف الافتراضي للتعرف إلى هذه العوامل يرجى الرجوع إلى الصف الافتراضي ومتابعة التجربة طبعا بعد مشاهدتك للتجربة ستلاحظين أن العوامل التي يعتمد عليها التمدد الحجمي لسائل هي ثلاثة عوامل أولا الحجم الأصلي للسائل ويرمز له بالرمز حا واحد أما العامل الثاني فهو التغير في درجة الحرارة ويرمز له بالرمز دال اثنين ناقص دال واحد أي درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة الابتدائية للسائل والعامل الثالث الذي يعتمد عليه التمدد الحجمي للسائل هو نوع السائل ويرمز له بمعامل التمدد الحجمي ميمحا ويعتمد على نوع السائل أي أن لكل سائل معامل تمدد حجمي خاص به ويعرف معامل التمدد الحجمي لسائل بأنه مقدار الزيادة التي تطرأ على وحدة الحجوم من السائل عند رفع درجة حرارته درجة مئوية أو سليزيوسية واحدة طبعا وحدة قياسه هي واحد لكل درجة مئوية كما تعلمنا سابقا نفس وحدة معامل التمدد الطولي للمواد الصلبة إذن التمدد الحجمي لسائل يعتمد على ثلاثة عوامل الحجم الأصلي للسائل ونوع السائل ويرمز لهذا العامل بمعامل التمدد الحجمي للسائل والعامل الثالث هو التغير في درجة حرارة السائل الاستنتاج القانون الرياضي الذي يمكن من خلاله حل مسائل الزيادة في حجم السائل فإنه القانون الرياضي المستخدم لحل المسائل هو حاتنين ناقص حا واحد أو يمكن الرمز لها بالرمز دلتاحة أي الزيادة أو التغير في حجم السائل تساوي معامل التمدد الحجمي في الحجم الأصلي في التغير في درجات الحرارة وبعد قليل سنقوم بحل مثال وسؤال على هذا القانون الرياضي طبعا التمدد الحجمي لسائل نوع السائل مفروض أنه السائل يوضع فيه وعاء وكما هو معلوم عند تعرض السائل للحرارة فإن الوعاء أيضا يتمدد بالحرارة والوعاء مصنوع من مادة صلبة ولكن معامل التمدد الحجمي للمواد الصلبة صغير جدا لذلك يهمل الزيادة في حجم الوعاء ويحسب فقط الزيادة في حجم السائل ويوجد أنه جدول في الكتاب وهذا الجدول صفحة مية وثلاثة يبين معامل التمدد الحجمي لسوائل مختلفة وكل سائل طبعا مذكور إلى معامل التمدد الحجمي الخاص فيه فيبين لأنه معامل التمدد الحجمي صفة مميزة لكل سائل بميز كل سائل عن الآخر ووحدة قياسه كما ذكرت واحد لكل درجة مئوية حيلزمني هذا إن شاء الله له ظاهر التمدد السوائل في الدرس القادم له بعنوان موازين الحرارة ستنعرف عليه في الدرس القادم إن شاء الله نرجع إلى القانون ونحل مثال خاص بالقانون الرياضي له مثال خمسة من الكتاب المثال استوالة من الألمنيوم مملوءة تماما بزيت التربنتين في درجة حرارة عشرة مئوية هذه طبعا درجة الحرارة الابتدائية حجم الزيت فيها 2 لتر هذا الحجم الأصلي سخنت إلى درجة حرارة 60 هذه دالتين احسبي حجم الزيت المنسكب بإهمال الزيادة في حجم الإستوانة طبعا إحنا القانون الرياضي لحساب الزيادة في الحجم أو دلتاحة الإستوانة أصلا مملوءة تماما بالزيت بالتالي الزيادة في الحجم تمثل حجم الزيت المنسكب فلما يطلب مني أحسب حجم الزيت المنسكب كأنه بطلب مني أحسب الزيادة في الحجم اللي هي المقصود فيها دلتاحة إذن هطبق مباشرة في القانون هقول دلتاحة اللي هي الزيادة في حجم السائل تساوي معامل التمدد الحجمي في الحجم الأصلي في التغير في درجة الحرارة هعوض معامل التمدد الحجمي طبعا من الجدول زيت التربانتين تسعة في عشرة والسالب أربعة الحجم الأصلي اتنين طبعا باللتر إذن الإجابة هطلعها برضو باللتر والتغير في درجة الحرارة ستين ناقص عشرة هتضرب هذه الأرقام في بعضها هطلع عندي الزيادة في حجم السائل أو الزيت اللي نسكب بره الإستوانة تسعة من مية لتر طبعا مثال بسيط ومباشر هنتقل لحل سؤال برضو بسيط ومباشر هذا السؤال هو سؤال 8 صفحة 107 السؤال مخبار مدرج به 70 سنتمتر مكعب من سائل في درجة حرارة 25 درجة مئوية احسب الزيادة في حجم السائل عندما ترتفع درجة حرارته إلى 75 درجة مئوية علما بأن معامل التمدد الحجمي للسائل 1.5 عشرة السالب 4 1 لكل درجة مئوية حكت بالقانون التغير في حجم السائل هو دلتحة بساوي معامل التمدد الحجمي في الحجم الأصلي في التغير في درجة الحرارة هعوض معامل التمدد الحجمي 1.5 عشرة السالب 4 الحجم الأصلي 70 طبعا بوحدة السنتمتر المكعب فهتطلع الإجابة برضو بنفس الوحدة التغير في درجات الحرارة 75 ناقص 25 فهتطلع عندي الزيادة في حجم السائل عبارة عن 525 من ألف سنتمتر مكعب إلى هنا طالبات العزيزات بكون انتهت من درس التمدد الحجمي للسائل طبعا هو درس بسيط وسهل بتمنى ترجع إلى الكتاب وتقرأ الدرس مرة أخرى وألقاكم في حصة قادمة إن شاء الله ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة